مرحبا اليوم حلقة مهمة نرد فيها على الدكتور سامير جعجة عنوان الحلقة إفلاس الحكيم أم صحوة الموت في دولة غوره بزمانه غلط نفس الغلطة رفيق الحريري اجا وأمن لهم عم راح قتل مشيل عون أمن لهم كمان يبلزوا سعد الحريري باع دم أبوه مش هنصير رئيس حكومة وليد جنبلاط سكت لأنه محسن يعمل شي نبيه بره سلم أمنه كذا والآخرين لحزب الله وانتهى انتهى لمدير شو اسمه لرئيس دائم لمجلس لا يجتمع اليوم نفس الشي وقع سامير جعجع بنفس الغلطة طبعا وقع في براسن نظام المدالي ووكيلهم في لبنان حسن نصر الله ليش ليش أعمل لك إما بدأ تكون يعني دوافع شخصية أو بدأ تكون أدرك أنه الأوروبيين لم يعودوا مهتمين ببقاء لبنان لبنان يعني دولة شافوها أنه إما أن تكون محكومة من حزب الله أو جيش سوري أو كذا ما بتصبعي زبطة بدأ قوة حكومة وبالتالي المسيحيين ضعاف ومشتتين وشرزمين وإلى آخرين لم تعود لبنان دولة دولة مسيحية يعني هذه الحقيقة بدأ نعتردهم فيها وبالتالي يعني ما ممكن بقاء يرجعوا لعقلية أيديولوجيا غورو أيديولوجيا بدرشو يعني روح على فرنسا تجيب دعم يجيب كذا ماذا قدموا دعم لإسرائيل هائل لكي تبقى تحافظ على وجوده في تغير استراتيجي كبير في المنطقة نرجع للتاريخ زمانة جيرتروت بيل البريطانية اللي كانت رئيس الدائرة الشرق الأوسط بالمخابرات العسكرية الخارجية هي دزمت خريطة المنطقة وقالت بعد مئة سنة يجب مراجعة هذه الخريطة يعني متغيرات كتير وهلأ بعتقد صار الوقت مناسب ليش اليوم اليوم العالم محكوم بالعالم شغلتين بيحكموا الأمن والمال الأمن والمال لا في هوية ولا في دين ولا في شي كله النهاية كله بيصف تفاصيل الأمن والمال اليوم القرار الأمني يتخذ والدعم المالي وغير هيك ما في مشكلة عندهم مع طالبان ما عندهم مشكلة مع إيران ما عندهم مشكلة مع أي شيء تاني يعني أوروبا العنصرية الصليبية انتهت يعني عمليا العشر سنين المضوع نازلت تدني مستوى الحضاري والمستوى المالي والقوة والخدمات والرفاهية خمسين بالمية بأوروبا ونقول ثلاثين بالمية بأمريكا إذن فيه تدندي سريع يعني عشر سنين تانية بتصفي دول المتخلفي مين اللي عم يتقدم خمسين بالمية تقدمت الصين وتقدمت دول دول أخرى إذن الغرب اللي اعتمدت عليه الطائف المسيحية واللي أسس لبنان انتهى الواقع الديمغرافي اللي كانوا فيه مسيحية أغلبية تعرفوا تضموا أربع محافظات للجبل لبنان الأربع محافظات لمساحتهم الجبل لبنان مرتين كان فيهم مئة ألف كان بجبل لبنان أربع مين عرفتوا شو يعني كان فيهم مئة ألف بس هل مئة ألف اليوم صاروا هن الأغلبية صاروا قد المسيحية بتلبية ثلاث مرات لماذا المسيحية بجيبولات وعميسها ايه فإذن لبنان اليوم لبنان اليوم أصبح يعني خريطة سايكس بيكو كلها لبنان سوريا أردن العراق كلها خريطة حانة الوقت لتغييرها وكلها دول دول فاشل وفيه استراتيجيات جديدة في المنطقة بدأت تنشي فما أدرك مشكلته الدكتور سمير أنه لم يدرك المتغييرات هو بالأصل منه سياسي ولا أيديولوجي ولا شيء هو رجل مقاتل عسكري كان جناح عسكري تابع لحزب الكتاري القوات اللبنانية هي جناح عسكري حزب الكتاري ما كان عنده ميليشيا عسكري فشكلوا هي القوات اللبنانية هو ما كان رئيسة كان نائب يعني كان بجر من خلفية منظمة عسكرية طائفية ولم يأتي من خلفية سياسية أو استراتيجية أو استراتيجية والآخر لا سبب يعني متوقع أنه يكون عنده يسقط في هذه المطبات لأنه ما عرف كيف تغيرات المنطقة وتحالفات الجديدة اللي بدي يقوله أنا قبل ما رد عن مؤتمر الصحفي بدي يقوله بشكل عام يعني اليوم اليوم مهمة مهمة الأساسية للغرب هي الوقوف في وجه التمدد الصيني وحليفهم الأساسي هو العالم الإسلامي إذا بيخسروا العالم إسلامي يخسروا المعركة وإذا كسبوا كسبوا المعركة اللي بدو يواجه اليوم اللي بدو يواجه التمدد الصيني والآخرية هو اللي ماسك المناطق الاستراتيجية والتنافس اليوم على العالم الإسلامي وإيران اختارت الصين بقي هلأ هن مضطرين يستعجلوا لا ينهضوا بالعرب لحتى يوقفوا بوجه إيران وبوجه الصين من لن يقاتلوا إيران مهمة القضاء على إيراني مهمة العرب مهمة السنة مش مهمة أمريكا ولا مهمة إسرائيل يقولون نحنا تركوهن هن يقاضل نحنا ندعمهن الخلف وبالتالي تفهم تغير استراتيجي اليوم إسرائيل نفسها قبلاني تتحول لأقلية في المنطق من خلال حاضنة عربية تحميل يعني هالتفكير تبعكم هذا التفكير أن يستخدموا الأقليات ويستخدموا ما يستخدموا بالآخر هذا التفكير ليس صحيح التفكير الصحيح صار اليوم أنه نحنا بحاجة للأمة العربية والإسلامية لإلى امتداداتها بأوروبا وبأسيا وبأفريقيا وبأمريكا وإلى آخر نحنا بحاجة إلى لنصمد يعني الغرب اليوم رجع إلى الأصله أصله شوه؟ أصله الحضارة العربية رجع يعتمد على الحضارة العربية لترجع تضبط العالم هذا التفكير الاستراتيجي إذا كنت يهودي ولا كنت مسيحي ولا كنت درزي تعرف أنه هاي المنطقة إلى هوية تاريخية وهيدي الهوية التاريخية ستحكم وبالتالي أنت تكون ما تتخلى عن صديقك يعني أنت وإذا توقف ضد الشعب السوري تكون تخليت عن حال يعني يعني مش بس إفلاس لك موجود إلى الآن واللي كان ممكن يشيلك بأي لحظة بإرادته وليس بقوة أحد التفكير العنصري هذا ضد العرب السنة هو الخسارة الاستراتيجية لكل واحد يفكر أنه يعيش في هذه المنطقة الفكرة القديمة اللي عشتوا عليه على أيام غوره أنه جاي نورة الدولة العثمانية ونغيرها هوية وكذا ونقيم فيها دول ونعملها هذا الفكر اتهى من زمان اليوم العالم موحد العالم دولي واحد اليوم قرار قرارات المنطقة تأخذ وين تأخذ بالتحالف الدولي الأمني ما بتأخذ لا بالأمم التحدي ولا تأخذ شي التحالف الدولي الأمني هيك قرر أنه ممنوع يتهجر السوري يعني ممنوع يتهجر يترجع السوري لا تلعب لا أنت بلاحظ وغيرها ما بتحسين لا تستطيع إعادته لأنه قرار دولي أمني السياسي ملتزمين فيه وبيعرفوا الوفد اللبناني بيعرف شو سمع وشو حكو معه وبالتالي كل هاللعب اللعب 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 كل هذا تفكير ليس صحيح حليفة كالاستراتيجي هني اللي كنت عايش انت لي ولبنان دولة زاهبة إلى الموت في مؤتمر صحفي عن مسألة النزوح السوري فجأة طلع سمير وطلع قبله مرث مغير كل شي شو شو وعدك حطك رئيس ولا شو وعدك ولا مفكر يعني تنقذ لبنان ولا سمعان من اوروبا شي كلام ان احنا ما دخلنا دبروا راسكون ولا شو يعني واحد بيقول علاقتنا مع الشعب السوري كانت جدية كانت ولكن العلاقة مع النظام السوري كانت ولا تزال سيئة معلاقة مين يعني القوات اللبنانية مهيك وما سأتحدث عنه ليس انطلاقا من حقد ولا من خلال احداث معين نحن مع سولة الشعب السوري الحقيقي يعني فيه شعب حقيقي فيه شعب سوري مو حقيقي ومن اكثر الشعوب التي تعذبت في القرن الـ 21 نحن مزبوط من اكثر الشعوب التي تعذبت وهو لانه مفتاح المنطقة سورية الامن باللبنان الامن بالاردن الامن بالعراق الامن باسرائيل الامن بخطوط الجوية خطوط المدرش وكلها تمر عبر سوريا سوريا واصلة بين افريقيا واسيا اوروبا فسوريا مهمة لسبب سوريا الصراع الدولي عليها كبير وسوريا هي اللي تغير خريطة المنطقة قد شايف ان الشعب السوري اليوم ضعيف والشعب السوري ميت والشعب السوري مدرش سيكون هو العامود الذي يعيد احياء المنطقة ويقودها وخدها مني بس نسألك هون سؤال من هو المتسبب في مأساة الشعب السوري ليس لبنان وحزب الله يعني لماذا تنطق هذه المسألة الاساسية اللي هي اساس كل شي لماذا قفزت فوقها هلأ فجأة هذا هو السؤال انه اساس كل المشكلة انه حزب الله ويران طيب انت تركتهم هدول اللي حقتلي المعطر هذا اللاجئ اللاجئ عندك طيب عم يقول 40% من اللاجئئين السوريين غير الشرعيين يعني انكيف 40% من اللاجئئين ولا بالبنان في مثلا 2 مليون لاجئ و5 مليون و5 مليون مواطن يعني معناته يعني هدول الشرعي اللاجئ مو شرعي كله ولا وذا عم تحكي عن لاجئين نفسهم انه 40% منهم مو شرعي ليش في لاجئ شرعي لاجئ غير شرعي ما بحرف اللاجئ لاجئ بيعبر الحدود بدون هوية بدون بسبور بدون شي بيطلعوا بمشي ايه كدو فطع ليه لانه هاي الحدود السياسية لم يعترف فيها الا بعد ان اطروا بحق الناس ان تلجأ لدول الجوار هاي الحدود السياسية ما بكبنا عن الناس تلجأ ازا اتعرضت للنهود يعني انت وقت بيعترف فيك دولة بدك تعترف مسبقا بدستورك انه هاي دي الارض لله ازا هاد جارك الضيا بده يجير عندك هاي الارض مقولك الحدود السياسية حدود مؤقتة حدود سلطة مؤقتة ليست ملكية مقدسة من الله هاي الارض لله الناس بيتنقلوا بالارض حسب توزع الخير وتوزع الكلاء وتوزع الاخرية وبتالي كل دول العالم ملزمة بقبول مواطني دول الاخرى هاي الحدود مو حدود الله عملها هيعملوها اتفاقيات عرفت كيف متل يوم من يوم تقتل هابيل وقابيل لليوم هاي دي اتفاقيات هاي دي هدا شو اسمه شو استحواز استحواز بسند السند من الامم المتحدة مقابل شو مقابل انه هاي دي الارض الجميع الارض لجميع البشر كل الارض لجميع البشر طيب وفي هذا الشأن هناك دول كثيرة تعطينا دروسا في الانسانية طبعا انت ما بدك دروس الانسانية انت عندك تاريخ طويل عريض في الحرب الاهلية فرنسا ومدري شو فرنسا فرنسا خالصة فرنسا فرنسا اليوم تحت ضر تحت ضر خمس سنين عشر سنين ثاني شوف شو هصير فرنسا يعني شو بتقصد كل لاجئين طيب في عندك شبيحة سبعمية اثمانمائة الف هدول شبيحة للنظام السوري طيب طالعوا كنك شاطر طالعوا او تمنع واحد يقطع يقطع لحدود ما بس شاطر على المعتار يعني هذا هو السؤال شبيحة شغالين مع حزب الله ميليشيات عم يشكلها طيب اللاجئين اللبنانيين بسوريا الغزاة بسوريا شو هدول كمان عندنا احنا 200-300 الف مقاتل وميليشيا ومدري شو ولبناني قاعد بسوريا مش قاعد قاعد عم يسرق ويعفش ولا خير ما بننكرم نريد ان يكون لنا وطن هذا هو السؤال انت شايف الوطن انتهى وانت بتعرف انه هذا انتهى ومنع ليش ولن تكون لبنان الا محافظة من بلاد الشهد خدمني من زمان نقول تحالفوا مع الاغلبية مثل ما قالوا الاسرائيليين قال نحن نعمل سلام مع العرب السنة ما بنعمله مع الاقليات وهلا سيصير سلام ابراهيمي ولست تصير اسرائيل دولة ضمن هذا المملكة العربية اللي اخترحها لورانس لست تصير هيك وقال هالاتفاق الابراهيمية ولتأسيس مملكة عربية قريوية وقادرة لكي تكون هي الخط الدفاع في وجه التبدد الصيني هيك صغيرة وبالتالي انت بك تقبل وكنت عايش معنا وترجع معنا ليش تكون عميل لغوره يعني ما فهمت وهناك لديه لديه سوابت وقوانين ومقومات بالله لبنان في سوابت وقوانين ومقومات لا في رئيس يعني مئة سنة الماضية قلنا لكم كذبة تاريخية وخطأ جغرافي ما بعيش إسرائيل ما بتعيش ما بتعيش هاي الدول ما بتعيش سوريا ما بتعيش لبنان ما بتعيش تركيا ما بتعيش بتصير اتحادات اقليمية كبيرة هيك العالم اليوم وإذا لم ننتبه لوطننا قد يصبح اللبناني لاجئا في بلده ليش لاجئ أنت أقلية لا ما تصير اللاجئين أنت أقلية في بلاد الشام هاي هي هي الحقيقة مثل الكرد أقلية في المنطقة ما هشكلوا دولي عبر التاريخ ولبنان ما كان دولي عبر التاريخ هلا بدو يصير دولي يعني فجأة يعني من شام مصالح غوره ما بزبط بكل بساطة أستطيع أن أفترض بأن الأزمة السورية قد تمتد 13 سنة مما يعني يصير نسبة اللاجئين السوريين 4 مليون ليوازي عدد اللبنانيين طبيعي الأزمة السورية بتستمر خليها 30 سنة إذا بدك لأن الحرب بسوريا ستغير تعيد تشكيل المنطقة كلها يعني 30 سنة إذا بدك مو مشكلة وقد نصيره سيصيره سوريين سيصيره يعني نحن علق عنا سوريين باللبنان عنا مليونين مجنسين سوريين وعنا 2 مليون كمان أصلا سوريين يعني كان معهم جنسية سورية وانسرقت منهم يعني طرابلس وصيدة ومدرشو والباع هدول سوريا ما لك علاقة فيهم طيب مسألة لجوء السوريين في لبنان بالنسبة لنا هي خطر وجودي لا مو مسألة فشل الدولة اللبنانية هو خطر حزب الله هو الخطر مو الوجود السوري بس كطائفة مسيحية اختارت الانعزال طبعا تحسوا الخطر لأن انتم تكون تعملوا دولة تحكموها انتم كم واحد شو صفيان مسيحية في لبنان 900 ألف 800 ألف شو صفيان ومختلفين ومتقتلين طبعا في منهم الناس بيفهمو في منهم الناس ما بيفوتوا بهذه التفاصيل وبيعرفوا ارتباطهم التاريخي ببلاد الشام بيعرفوه من الضبوط ولكن في ناس انعزاليين مفكرين لسه انه امتى مراح على فرنسا بتجي بتجي الأساطيل ايه اذا اسرائيل عم تخلوا على اسمع افهم اذا اسرائيل عم يقولوا لها حاجة روحي عبطي عطيهم دولة وصالحي للعرب ونحاجتك فما لك بانت مسألة لجوء السوريين في لبنان لنسبة لنا خطر وجودي فعلي يهد الدولترنا لماذا لبنان دولة فاشلة من زمان قبل الحرب السورية وقبل اللاجئين من زمان فاشل وفات جيشنا عاد 25 سنة وما ظبط لبنان حسب القانون الدولي لبنان بلد عبور كيف يعني نجد تهدي أنا ما سمعت أقلم منك بلد عبور شو بلد بلد عبور دولة الجارة هاي دي جزء حدا دولة الجارة مسؤولة تاوي داجي بيساعدوها بتطلب مساعدة من المتحدة تحق تطلب مساعدة بعدين المصاري اللي عم تحكي عليها 70 أو 80 مليار دولار دفع لبنان لبنان دفع لبنان سرق 60 مليار بكلام بشار أسد كانوا مودعين بالبنوك اللبنانية سرقون وكل المساعدات الأممية اللي عم تجي للشعب السوري عم تنسرق 90% أول شي بسعر العملة عم يروح نصف يعني لبنان عايش على المساعدات الدولية اللي عم تجي اللاجئين السوريين غير المصاري وغير السوريين باللبنان عم يشتغلوا يعملوا كلهم عم يشتغلوا وما حدا عم ياخد منكم شيء انتو فلا تكذبوا تقولوا دفعنا 60 و70 انتو دولة مفلسة من قبل وما معكم تدفعوا رواتب وموظفيكم اللي حاطت بالبنك عنكم مصاري ما عم تطعوا ياهو انتو اخرش تدفعوا للاجئ والله كرة ما كتير فأنتو دولة مفلسة بالأصل وعايش اليوم موت لبنان وليس العكس وهي دي كذبة لا تكذبوا كل عمره لبنان فيه 700 ألف عامل عايشين على اليوم لبناني بس بحط مرته جنبه وبيطلع بظهار الساعة واحدة حدا لكان فيه عامل بفلع على بيته الساعة واحدة واحدة الظهر عامل بناء بفلع على بيت خلاص يعني واحدة الظهر خلاص الشغل بحسب القانون دولي جميع السوريين في لبنان حاليا باستثناء 300 ألف سوري لديه إقامة وجود وجودهم غير شرعي يعني 300 ألف اللي معهم إقامة جماعة حسن نصر الله والشبيحة اللي بياخدوا إقامات طبعا كيف بياخدوا إقامة معي بدفع رشوة موك ليش غير شرعي بحسب القانون حسب القانون الدولي هدولي لاجئين لاجئين ما بدوا لا وراء ولا إقامة اللاجئ ما بيعطوه إقامة اللاجئ بيعطوه بطاقة لطاقة لاجئ مليون سوري مسجل بالأمم المتحدة كلاجئ هدولي غصبا عنك بدون دلوا عتي لأنه هذه الأرض لله وهي أرض أبوه وجده وكل عمره تاب على سوريا واليوم غوره لعبه وانتهت اللعبة قاله 100 سنة وخلصت الميت سنة وكل داريزا رايس قالت هيك وراحت احتلت العراق بناءا على ذلك كذلك لدينا قرار سيادي ما شاء الله وعلينا اتخاذ قرارات تحمي وطننا ودولتنا وليس انتظار ما يريد الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي وهذا ما قامت به الحكومات المتعاقبة منذ بدء الحرب في سوريا أيوة قرار سيادي وسمعان حكي ما لنالكم سمعان حكي الاتحاد الأوروبي ومجتمع الدولي إنه لبنان خلاص باي 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 لبنان يعني وقت بيكون عنكم رئيس حكومة أو رئيس أو مجلس نواب بيجتمع أو عنكم قضاء بيحقق وبيعمل بيشوف مين أتل حريري مين أتل سليمان مين أتل مين أتل مين أتل ولا هذا سليمان يعني بس كان مين أتله أنتو لعبين 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 حسن نصر الله بخارات السورية اللي يعملوا هاي المشكلة اللي تبرلو لك أنك أنت تحمى وتضحكي مسرحيا عملت روحت الزلمية أكيد كان لك السير للأسطن فهذا هو الموضوع إذن دولة إرهاب ودولة إجرام دولة مخدرات دولة عصابات دولة مافيات ارتكمت جرائب حرب وعفت نفسها وجدت تستلم السلطة هاي الدولة اللبنانية فما ما بتعيش يعني مستحيل تعيش إذا طالعك كل السوريين اليوم لبنان سيموت ما هي مشكلتك معنا بالعكس حل مشكلتك معنا قرار ترحيل السوريين ليس بحاجة إلى قرار قضائي بل بحاجة لتحركوا الدولة ليه ما بحاجة القرار قضائي قانون الدولي فوق القانون المحلي بعرفة يعني وهناك نسؤولون نسوا أصلا أنهم مسؤولين كيف يعني مسؤولنا ما هو بالأصل رايح يسروا شو دخلوا مسؤول عن شو يعني هو اللي خرب لبنان هو السرق سحاكم مصر في لبنان طلع سارق لبنان يعني نجيب ميقاتي من ينجاب مصاري مهم قوات الردع العربية بالتعاهدات اللي أخذها منها يعني ننجبتوا كل هاتكن كل هاتكن عايشين على السلب والمساعدات الخارجية ما عنكن شي أنتوا لا عنكن صناعة لا عنكن زراعة مسؤولين ومسؤول قانون الأمن العام ينص على ترحيل من لا يحمل إقامة أيوة اللاجئ يعني بيحمل إقامة لو معه ورقة بفوت لاجئ بيجي على للك اللاجئ بيطلع بالجبل هيك طفاش بيهرب من الموت بيجي لعندك اللاجئ ما مطلوب منه أي ورقة بيكب وراءه كله بيجي لعندك مواطن إنسان أنا زلمة بدي عيش على هاي الآرض لا إلي حال هدو فالحل عندنا نحن وليس في الاتحاد الأوروبي كمان نرجع باللون الاتحاد الأوروبي ننبع عليه والغريب في لبنان أنه لا يوجد أحد يريد أن يعمل يعمل بطل هو بدي يعمل بطل لا لا حزان ذاكي ليش بدي يعمل بطل لشان نصير رئيس جمهورية واحدة وحزان نصر الله بيحطوا رئيس جمهورية بعدين بيحطوا لهم بيخلو بيخلوص منه متى ما عملوا مع سمير جاء مع مع إلي 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 إحبياء معلموا السمير يعني كان قائد القوات كان إلي إحبياء بزمان وهذا خطأ وهم بهذا الفعل يعرضون لبنان لأكبر خطأ القانون الدولي ينص على حقوق اللجوء للدول المجاورة حكينا ربنا ستر أنه لبنان لم يقدم أي فريق إقليمي على تسليح السوريين من 13 سنة حتى لا هلأ لحن نطلبها بس أنتوا تعملوا أول غلطة تعملوها تبلش تطالعوا السوريين هيك ترحيل قصري لحيكون معنا مبرر قانوني شارعين إحنا جاهزين محضرين طاب وجاهزين أن تسليح اللبنانيين تنظيمهم تدريبهم وإدخال مقاتلين أيضا لنا لبنان رحموا أهلنا بلبنان يعني ننقل المعركة إلى داخل لبنان مثل ما بعدته حسن نصر الله لعنا يحتل ويهجر ويعمل والآخرين نحن هنفوت نقاطل حسن نصر الله في عقر داره وانت عود عود ما شهد أخلاك يعني ما لك علاقة مهيك عندما تبدأ بالترحيل بعدك لحنفوت عسكرية لنحمي ناسنا ونستعيد أراضينا المسلوبة 6000 كيلومتر المربع ضمت للبنان ستعود لسوريا بنصحك أنه لو محلك بعلن انفصال جبل لبنان بقولوا أنه جبل لبنان أخيها نحن ما لنعلاقة بهذه الناس هاي دي جابوها سرقوها وانتوا دبروا حالكم مع سوريا إن كنت شيعي ولا إن كنت سني ولا إن كنت مدري شو درزي روح ورجع وعبلتكن أخي ونحن بالنسبة إلنا فشي اللبنان كبير لبنان نرجع للمتصربين جبل لبنان أنا بالصاحة لو كنت انت شاطر بتعمل انفصال أنه أنا مدخلني لشوف كيف بده يعيش جبل لبنان على شو بده يعيش شو عنده ينتج يعيش طيب فانت بدل ما تعمل انفصال لجبل لبنان تقول أنا مدخلني رحت تدخلي بمعادلة أكبر منك بكتير أكبر من المليون اللي عن كون يعني اللي مختلفين على مئة شغلي فانت بزا مو قادر تقنع المسيحيين نفسهم فما ما بقى لك تقنع السني ولا تقنع التاني ولا تقنع الدرزي ولا تقنع ما خارج تقنع حدا المسئولية السياسية في مسألة لجوء السوريين تقع على رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الدفاع مدرك شو على وزير ده تطبيق التعاميم التي أصدرها ليش في دولة عمكان ليش في قاضي حسن يحقق قضية المرفأ حسنو يحققوه فيها ما في دولة شو أنت تطبيق أنتوا شبتوا نترات الأمونيوم لحتى تصنعوا براميز متفجرة للنظام السوري هذه كل لصة يعني يعني دولة لبنان هي نفسها اللي اعتدت وهي نفسها اللي فتحت على حالها هذا الباب المسئولية السياسية في اللجوء هو على دولة لبنان وحسن نصر الله الذي يحكمه أما المسئوليات عن لامر بلديات فهي محدودة هذا ما مشكلة الوزير الداخلي يقول أنه ضد الأمن الذاتي لأنه عنده أمن مهم هيك لكن الأمن مستتب وين مستتب بالأمن؟ المخدرات والعصابات والسلاح والأتل والخطف ولكزا لبنان كل عمره هيك لكن إذا كان رئيس الحكومة قتل ما حققته فيه إذا كان رئيس الأمن تبعكم قتل ما حققته فيه معرفتم مين إذا أنتم هيدوا الأمن ممسوك؟ أشو ممسوك؟ الأمن زعرني إيه لبنان دولة فاشلة ليس فيها قانون لاجئ السوري يعيش في كل دول عالم فقط في لبنان السايب نسمع عن جرائم يعني ورد عليك رد عليك يعني طوني رد عليك وقال لك يعني المشهد رد عليك وقال لك ليش السوري بالأردن قاعد عائل والتركية قاعد عائل بس بلدنان لأن الدولة فاشلة سايب هيدا هي هيدا هي هيدا بكتفهم البعض يتحجج بأن أعضاء شرطة البلدية غير كافيين بمعالجة مشكلة السوريين مدري شو وبدنا ناس يعني شو بدك تجيب قوات ردع دولية تقال لك السوريين يعني طيب وقبل برجع بقول لك أي عمل أرعن وطائش وسيفتح الحرب الأهلية باللبنان لأنه اللبنان منقسم بشدة مثل ما أنت حاقد وعنصري في غيرك بيفهم أنه لا يتجزأ من بلاد الشام وهذا شعب شقيق وقاله أرايب وقاله كذا بنفس المجتمع اللبناني وأنا إلي أرايب بالمجتمع ما هي التدابير التي اتخذها التيار الوطني الحرطة وعنه رجع يعلقه عون مثل من زمان وقت القصف بيروت القصف البيروت الشرقية قصفت بعضها من يوم تام رجعوا يعلقوا بنفس الطريقة يعني شو عمل العون وقت كان رئيس بعت البراميل المتفجرة الميترات الأمونيوم بعت الديناميت بعت الكذا وعصابات بعت حزابات حزب الله والقوم السوري لقتل الشعب السوري إذن من باشر العدوان على الشعب السوري هو لبنان ونحن لن نوقف هذه الحرب حتى نأخذ نرجع أراضينا ونأخذ تعويضات حرب انتوا بلشتوا اللي بلش الحرب على الشعب السوري هو الدولة اللبنانية تساطعش وأخيرا هذه الأرض أرضنا وإذا الاتحاد الأوروبي يعتبر أن مسألة لجون مسألة إنسانية تشوفوا بين ضرب أكله منين أكله أكل ضرب الاتحاد الأوروبي قالوا له عود نضب مش بس ضب مرتك نضب أنت ليوزعوهم بالتالي على كافة الدول الأوروبية لش دول الأوروبية بعثت حسن حسن صلى الله يقتل الشعب السوري شو دخل الدول الأوروبية دول الأوروبية دول جوار مو دول جوار شو دخلها هي دول دول بعيدة ما العلاقة غير ملزمة ومع ذلك عم تاخد اللاجئ أنت الدولة المجاورة هي هاي الحدود شرط الاعتراف بهذه الحدود هو أنك تقبل اللاجئ إذا بطري فإذا تحكي عن 4400 كيلومتر فقط لهن متصرف جبل لبنان وما ضم له من أراضي سورية محتلة هي أراضي وما ضم له يعني البقية الستة الاف هي أراضي سورية محتلة والنازح السوري أنت مسميه نازح ما سميته لاجئ لأنه لو جاي من دول الدول صار اسمه لاجئ يعيش على أرض المسلوبة أخيرا إنه يعني الموجود السوري بالدنان ممارسة لحق العودة وإذا بدك نعمل حرب تحرير الأراضي السليبة الأراضي السورية السليبة مثل حرب تحرير الجولان وبكرة لواء اسكندرون والآخر فهلا هذه الحرب هي حرب تحرير الأراضي السليبة بدك بتصير حرب بدك بتقبل بحق العودة نا يا حق العودة يا حرب هيك العالم يعني يعني هاي الأرض سلبت أنت واخدت وضميت بالقوة بقوة الجيش الفرنسي مو قوتك أنت في كل أحوال أنا شايف أنه لبنان يحتضر لبنان سيموت لتحيا بلاد الشام التي ستكون رافعة على المنطقة ونحط إيدنا بإيد إسرائيل ندعو إسرائيل إلى أن تضرب البنية التحتية لحزب الله كما هو متفق عليه ونكمل المشروع سواء ننهي كل مظاهر الحرب بتحولوا اليهود لأقلية في المنطقة والمسيحية لأقلية والكل لأقليات أنتوا أقليات في عندك أربعمائة مليون عربي مسلم وفي عندك مليار مسلم سني مليار مليار ومص مسلم مسلم سني هذول سيشكل هن تحالف كبير يغير موازين العالم وغير هيك ما بيستقر العالم وسيكون لهم دور في رسم مستقبل العالم أنت وين رايح تعادي يون مبارك يعني كيف فكرت شو العقل الاستراتيجي اللي اعتمدته لحتى تعادي هذول اليوم بالذات يعني وتتقب كل شي حلب ناسا يعني ليش مين هل هي صغطة هل هي يعني صحوة موت لا تفكر التفكير استراتيجي مهم أنا ليش رحت على إسرائيل رحت تقف كيف يفكر الاخري رحت لأت افهمهم وبالتالي بدي يشتغل ويخطط وكذا بدي يفهم كل أطراف كل واحد شو عقله كيف يفكر شو مكهناته وشو قدراته وشو الاخري اي فأنتوا غضطوا غلطة عمركن تحالفتوا مع الإيراني اللي ستكون أول مهمة للدولة العربية القادمة هي القضاء عليه وتفكيره اللي 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 العربي واللي هيتهجر مول وجود اللي هيتفكك هو الوجود الشاز اللي صار بالمنطقة منذ ألف سنة اللي هو الوجود الصفوي هذا اللي هيتفكك وينتهي ايه يتبع اشتركوا في القناة